عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية مؤتمرها العام بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر والتي أكدت خلاله دعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والمخططات التي تستهدف تقسيم الشعب المصري تأكيدا على دعم الدولة المصرية في مواجهة المخططات التي تستهدف تقسيم الشعب المصري والثبات في مواجهة هؤلاء نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية المؤتمر الصوفي السنوي بمركز مؤتمرات الأزهر وزد حجد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ ومريد الطرق من أنحاء الجمهورية طبعاً هو المؤتمر ده المؤتمر الأول من مشيخة عمر الطرق الصوفية وغرضه أن هو محاربة الإرهاب خاصة أن الدرق الصوفية لم يخرج من عباءتها أي إرهاب هذا المؤتمر له أربعة محاور المحور الأول دور التصوف في بناء الأمة والمجتمعات المحور الثاني دور التصوف في غرس القيم الأخلاقية والوطنية والمحافظة على الأوطان المحور الثالث يبين ويبرز دور علماء التصوف عبر التاريخ هم الذين نشروا علوم الشريعة الوسطية جميع علوم الإسلام الوسطية وجميع العلوم وجميع المؤلفات والمراجع التي اعتمد عليها جميع الناس أسسها علماءها صوفية المؤتمر أكد على أهمية دور التصوف في دعم القيم الأخلاقية والتسامح بالإضافة لمواجهة الأفكار المتطرفة تحديات كثيرة جدا والأمة الإسلامية في أمس الحاجة إلى التصوف في محاربة التطرف والتشدد فأمتنا في أمس الحاجة إلى أن يعود التصوف إلى سابق عصره أهمية المؤتمر أنه أولا مساند الدولة في ظل هذه الظروف الحرجة نحن شايفين الوقت فيه أفكار متطرفة من قتل واستباحة للدماء فأحنا عمل المؤتمر كمسندة لسيادة الرئيس السيسي في جمع الشمل ومقاومة ومحاربة هذه الأفكار المتطرفة لا شك أن هذا المؤتمر سيلعب دورا رئيسا في نشر التسامح بين الناس وحماية الشباب وتحسينهم من الأفكار المتطرفة وحمايتهم من الزج بهم في طريف الإرهاب اشتركوا في القناة